بمفهوم نبنيه وسعيل لأنه نبنيه بأشياء كثيرة جدا جدا وده سودانا لحنا حابين أنه يكون بإذن الله تعالى في مقبل الأيام بعد انتهاء جائحة كورونا صحيح لأن العملية البناء بتبدأ من الإنسان نفسه ونحن شفنا حملات كبيرة جدا وتوعوية والصحية حتى كمان لخدمة البلد في محيط المركز الخرطوم ولاية السودان الأخرى لكن في ولاية النير الأبد الإعلام كان بيلعب دور كبير جدا لخدمة وتبصير المواطن سواء كان في ظل الجائحة أو ما تشهد ولاية النير الأبيض من أمطار ما يخص صحات البيئة ما يخص المياه أو كذا حنتابع من خلال هذا التقرير كل مجهودات ولاية النير الأبيض في عملية الإعلام والتوعية والإرشاد نشعي فالتلفزيون ليس وحده ما يعاني من كل شيء فحتى الإذاعة هنا ترزحه تحت وطأة بث أثيري في نطاق محدود قد لا يقطي مساحة الولاية بجانب أجهزة بعيدة عما حدث من طفرة عالمية في تقنيات البث الإذاعي والتلفزيوني وهنا هيئة حكومية تخطط لإنجاز الكثير لتحديث قطاع الإعلام بالنيل الأبيض نحن في تلفزيون ولاية النير الأبيض تلفزيون ولاية النير الأبيض من أول التلفزيونات الولائية وهو في منطع التسعينات كان بداياته وتوقف عن البث في 2011 النظر اللي سواء الإدارة وكلفت به لهذه إدارة وجدت أن التلفزيون بيعت أراضي للصالحة الفضائية في ريبك وفي كوستي وفي المبنى الحالي نحن فيه ذا لساحة الفضائية للأراضي موجودة للفضائية موجودة ونحن الآن نعمل جاهدين من أجل فضائية النيل الأبيض وبجهد مشترك وتنسيق بناء قد تسمى سلطات المختصة في إحداث الثغير منشود في واقع الإعلام إعلام يرجى منه الكثير خدمة للمواطن وأحلامه في قدم مشرق على مختلف الصعود خطة تنبني على شقين المرحلة الأولى اهتمامنا بالتدريب على مستوى التلفزيون والإزاعة أهل الأفراد وتطويرهم وتطوير علمي متقدم جدا لتوصيل رسالة إعلامية على مستوى الحاجة الثانية هدفنا الحقيقي وهنا يتاهيل الأجهزة الإزاعة بتحتاج لجهاز بس WM وتغطية كل الرسالة العامل في الولايات الرحمن الرحيم هناك وفي جهد مشترك وتنسيق بناء قد تسمى سلطات المختصة في إحداث الثغير منشود في واقع الإعلام لإعلام يرجى منه كثير خدمة للمواطن وأحلامه في قديم مشرق على مختلف الصعود مرحب وحقيقة يعني حنتحدث عن دور الإزاعة داخل المجتمع الإشكالية أنه نحن منظرنا مباني الهيئة العامة للإزاعة والتلفزيون ونقفنا على مباني التلفزيون بنقص الكثير ونحن طبعا إذا استحضرنا أهمية البس الإعلامي أو بس التلفزيون بالنسبة للولاية وعكس لمناشطة والأشياء اللي بتكون موجودة فيها بيكون في حوجة فديدة جدا في إنه التلفزيون يقوم والتلفزيون يكون محطة فضائية باحتبار نحن إذا نحن نظرنا لتاريخ التلفزيون بالنسبة للولاية الأبيض فتاريخ مشرق جدا جدا نحتمنى إنه نحن نتخذ حطواتنا ويكون معانا الشركة الأصيين زي وزارة المالية الإزاعة والتلفزيون الغومي ودعا مختصون في مجال الإعلام إلى أهمية إحداث النورة النوعية في البث الأثري ليخاطب العقول والقلوب في ولاية تزعى دوبا للريادة والتميز وعلى كل حال أغتس مثل هذه المحاولات في إجراء إصلاحات على غطاء الإعلام بالولاية حتى يتمكن من التحليق في فضاءات محلية وكمنية بإبداع وإمتاع صوتا وصورة صديقة سيدة البشير أشروق ولاية نيل الأبيض من داخل استديهات إذاعة نيل الأبيض كوستي شكرا زميل صديق على هذا التقرير من ولاية نيل الأبيض وتحية لكلها في ولاية نيل الأبيض وفي كل بقاعة سودان المختلفة الحريسيين دائما علينا أنهم يحاولون خلال مشهودات شخصية وفردية وجماعية بأنهم يحاولون أنهم يحفظوا منطقتهم المعلمات قدرون